في معسكر النادي الأهلي في مدينة أليكانتي في أسبانيا وفي جزئية يمكن البعض ده ممكن مش يعني ما بيركس عليها ويمكن دورنا هناك في قناة النادي الأهلي ودور الإعلام يركز على فكرة المعسكر إيه الهدف منه هي الفكرة في البداية أو في الأساس استعداد بدني واستعداد فني سواء لمباريات في نهاية موسم أو حتى في بداية موسم بشكل عام حسب الظروف اللي فيها القرى المصرية لكن دايماً بتبقى فيه أمور مختلفة شوية في المعسكرات ودايماً الميزة في معسكر النادي الأهلي بيبقى الدور الإجتماعي أكتر ما بين اللاعبين دايماً بتشوف فيه هزار خروج دايماً عن فكرة ضغط المباريات والتعصب والعصبية والجهزية للمباريات والكلام ده اللي بيبقى دايماً الجهاز الفني حريص فأي معسكر إنه يدي فرصة للعيب عشان تخرج بره إطار الكورة شوية عشان برضو يبقى الفكرة ما بين إنه هو بيلعب كورة وبيستعد الموسم وفي نفس الوقت برضو يبقى فيه فترة كده اللاعي بيخرج شوية عشان ما يبقاش فيه ضغط نفسي أو عصبي على اللاعبين معسكر النادي الأهلي في أسبانيا فيه كل الأمور دي فيه مرحلة بيبقى فيها تركتيش شديد جداً استعداداً للمباريات الودية إن شاء الله قبل ما يعود الفريم الأسبانيا عشان يستعد المبارياتي المولي العرب ونادي الزمالج وفيه جزئية تانية متعلقة بالاجتماعات الراستماعات الفنية والكلام ده كله لكن الجزء الثالث والأهم وده اللي أنا عايز أركز فيه النهاردة في هذه الفقرة الجزء اللي هو المتعلق بالناحية الاجتماعية أو الجزء التعامل المبين اللاعبين مع بعضهم البعض ومنح الجهاز الفني الفرصة للعبين للتعايش ومنح فرصة أنهم ياخدوا نفس شوية يطلعوا بر أجواء الكورة شوية يستعدوا للموسم الجديد بشكل مختلف كمان فيه لقطات يمكن أن أعرضها لكم دلوقتي مهم جداً وإحنا نتكلم على معسكر نادي الفأهل في أسبانيا لقطات مهمة جداً لعدد من اللاعبين ممكن ربضان صبحي مع صالح جمعة فكرة أنهم يركبوا عجل ويخرجوا بره في اليوم اللي بيبقى الجهاز الفني بيديه فيه فري للعيبة بيبقى يوم فيه جولة حرة للعيبة ده بيبقى شي طيب جداً للعيبة كمان وهي موجودة في معسكر خارج مصر كمان الجزئية المهمة جداً ودي لها علاقة بالنحية النفسية لما بيكون لعب كرة القدم معك في معسكر لمدة فترة معينة مهم جداً على مدار اليوم وهو حتى بيستعد تدريباته أو بيستعد المباراة ودية أو فيه محاضرات نظرية أو محاضرات فيها هايلايتس الجهاز الفني بيوريه للعيبة بيجي بعد يومين ثلاثة بيدي يوم فري اللعيبة بتخرج بره المعسكر شوية بيبقى فيه جزء من الرفاهية ده مطلوب ده ده شيء ده اللي بيدل على أن الجهاز الفني بيتعامل مع اللاعبين في هذا المعسكر من جميع النواحة نواحي نفسية ونواحي بدنية ونواحي فنية وده بالتأكيد بيدلي أو بيبقى ليه أثر إيجابي على الفريق في المراحل القادمة وأن معسكر الإعداد ده بيبقى مرحلة تبتبني عليها للمسم كله فالبداية وإحنا في معسكر مدينة أليكانت في أسبانيا بداية مبشرة والماشهد اللي احنا بنشوفه في معسكر فريق النادي الأهلي بيوحي أن المرحلة القادمة فيه تجانس أكتر فيه إنسياب أكتر فيه علاقات طيبة ما بين اللاعبين بنشوف لقطة العجل لما بين صالح جمعة ورمضان صبحي أمور بتبقى جميلة جدا وظريفة جدا وإحنا بنتكلم على معسكر فريق النادي الأهلي في أسبانيا واللقطات دي لما بيشوفها الجمهور أو حتى بيتدول الجميع على السوشيال ميديا بتدي أثر طيب جدا على العلاقات الاجتماعية والجمال اللي بتواجد داخل معسكر فريق النادي الأهلي في أسبانيا استعدادا للمرحلة القادمة إذن إحنا بنتكلم عن أمور حياتية ممكن تكون ما بين الأسر أو ما بين المجموعة داخل الأسرة الوحدة لكن لما بيكون الأمور دي داخل فريق كرة قدم ده بيبقى شيء طيب جدا وده الجزئية اللي احنا دورنا الإعلامي إن احنا نوضحه للناس ونطلعه للناس ونظهره للناس اللقطات اللي انتوا شايفينها دلوقتي على شاشة قناة النادي الأهلي فيما هو متعلق به الجانب الاجتماعي أو جزء المرح والرفاهية اللي ممكن يعيش بها اللاعبين في فترة ما بيكون فيه عندك ضغط ما بين مباراة ودية ومعسكر إعداد وانت متواجد بعيد عن أسرتك أو بعيد عن عائلتك خارج القاهرة وخارج مصر في بدة حوالي عشرة أيام أو أسبوعين بتبقى فترة صعبة جدا فالجهاز الفني اللي بيبقى تعمل بالجزء النفس ده مع اللاعبين بيبقى جزء مهم جدا اللقطات هنا مش متوقفة فقط على داخل المعسكر أو حتى خارج التمرين لا كمان ممكن كمان وانت على الطيارة فيه لقطات شفناها على الطيارة كانت لقطات متميزة جدا ولقطات مميزة جدا اللاعبين بتاخد الكاميرات حتى من زملائنا الإعلاميين والصحفيين المرافقين اللي بحثت النادي الأهلي جزء برضو كمان بيبقى فيه تعاون ما بين الإعلام وبين اللعيبة كل واحد بيأدو الدور يعني انت مثلا كلعيب بكورة ممكن تاخد كاميراة القناة تصور بها تعمل لعطات ترفيهية بتبقى على الطيارة وده بيحصل دايما بيبقى أجواء كده مختلفة داخل معسكر النادي الأهلي حتى احنا زي إعلاميين لما بيجيين خلص الشغل بتاعنا والفريم خلص تمرير ونمسك الكرة وبننزل الملعب كل واحد بيحاول يعني يخرج نفسه شوية بره إطار الشغل لمدة ربع ساعة نص ساعة حتى ساعة أو ساعتين عشان يقدر يواصل شغله ودي دايما ثقافة ثقافة الناس في أوروبا لما بتيجي تشتغل بتشتغل بالشكل ده في وقت للشغل في وقت للتدريبات في وقت المباريات وفي وقت كمان للمرح والرفاهية عشان تقدر تكمل وتستمر في معسكر لمدة إسبوعين في أسبانيا وده اندل على شيء بدل أن النادي الأهلي بيشتغل بطريقة علمية والجازل فإن شاء الله نتمنى أن كل الأمور اللي نحن نتكلم عليها دي إن شاء الله يكون لها أثر إيجابي على الفريق خلال المرحلة القادمة